إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذد بقراءته يقول الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةَ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدَةَ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سنزيد المحسنين حطة ما معنى حطة في هذه الآية وَقُولُوا حطة الله سبحانه وتعالى يقول لبني إسرائيل قولوا حطة حطة هنا أي أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحط عنكم ذنوبكم وخطاياكم يعني احطط عنا يا رب وقولوا حطة يعني يا رب احطط عنا ذنوبنا وخفف عنا من ذنوبنا التي ارتكبناها هذا هو معنى وقولوا حطة يعني قولوا قولا تدعون الله به أن يحط عنكم ذنوبكم وخطاياكم ولكنهم كما ثبت في الآثار قالوا كلمة أخرى قالوا بدل ما يقولون حطة أصبحوا يقولون حنطة ونحوها من باب الاستهزاء والسخرية فعاقبهم الله سبحانه وتعالى فإذا وقولوا حطة يعني قولوا يا ربي احطط عنا ذنوبنا وخطايانا التي ارتكبناها فهي دعاء بأن يغفر الله ذنوب ويزيل الذنوب ويحط الأوزار التي ارتكبوها والله أعلم